موسيقى نبدأ تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها في الصحة علماء الأرق يسبب الفشل الكلاوي والموت المبكرة كشف علماء عن العلاقة بين الأرق والفشل الكلاوي والوفيات المبكرة خلال الاجتماع الدوري للجمعية الأمريكية لأمراض الكلا في نيو أورلانز وقال العلماء أن الأرق المزمن غالبا ما يؤثر على المرضى الذين ما زالت كلاهم تعمل بشكل طبيعي ومعالجة الأرق يمكن أن تساعد في المحافظة على أعضاء الجسم الحساسة كالكلا اخترنا لكم من صحيفة الأيام البحرانية أغرب رسالة من زارة في إسطنبول اختار عاملون في شركة زارة للملابس في إسطنبول طريقة ذكية لإبداء الاستياء والمطالبة بمستحقاتهم المالية إذ قال أشخاص اقتنوا ألبسة من زارة إنهم وجدوا نداءات مساعدة من عمال أتراك على ملابسهم ويطب العمال في رسائلهم الغريبة دعما من الزبائن حتى تضطر الشركة إلى دفع مستحقات العمال ونطالع من صحيفة القبز الكويتية ابتكار تطبيق لمكافحة البعوض ابتكر باحثون أمريكيون تطبيقا إلكترونيا يعمل على الهواتف المحمولة يهدف إلى مكافحة البعوض الذي يتسبب في كثير من الأمراض الخطيرة وتكمن فكرة هذا التطبيق في أن يقوم المستخدم بتسجيل صوت طنين البعوض ثم إرسال هذا التسجيل إلى مختبر متخصص لتحديد فصيلتها لحيث يمكن في نهاية المطاف تحديد أماكن انتشار أنواع البعوض المختلفة حول العالم صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم فورد تطور قباعة ذكية تمنع السائقين من النوم أثناء القيادة طور باحثون بشركة فورد تكنولوجيا جديدة تجنب سائقي النقل من النوم أثناء القيادة وتستخدم التكنولوجيا الجديدة أجهزة استشعار للكشف عن حركات الرأس تم دمجها داخل قباعة يرتديها السائق أثناء القيادة وعندما تستشعر القباعة أن رأس السائق تميل فإنها تطلق مجموعة من الأصوات والأضواء والإهتزازات لإيقاظه وختاما مشاهدين من صحيفة البيانة الإماراتية دم الشباب لعلاج ألسهايمر اكتشف باحثون أمريكيون علاجا جديدا لمرض ألسهايمر يقوم على تحسين ذاكرة المصابين بالمرض وقال الباحثون إن العلاج يعتمد على نقل بلازمة دم متبرعين من الشباب إليهم مرة في الأسبوع ولمدة شهر من جهة أخرى اكتشف الباحثون المكان الذي يبدأ فيه مرض ألسهايمر بالانتشار في الدماغ ما يعزز الأمل بالتشخيص المبكر لهذا المرض وعلاجه اشتركوا في القناة